أصعد الله صباحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الاثنين الأول من نوفمبر 2021 في هذا الصباح حوالي الساعة الرابعة فجراً بتوقيت استوكون كسر المتدربون الحاجز التاسع أي كسروا الحاجز الثلاث دقائق في الحفظ السمعي وفي الحفظ البطري أي أنه يستطيع أحدهم الآن أن يحفظ ثلاث صفحات بصرياً في عشر دقائق وثلاث صفحات أيضاً سمعياً في عشر دقائق فاللهم بارك يا رب كنا في البداية قال الدكتور في بداية الدورة أقل واحد أقل واحد دخل الدورة وسوف يكسر حاجز الخمس دقائق الآن كثر حاجز الثلاث دقائق البارحة يا إخوتي أو قبل أن تقل إلى هذه النقطة أحببت أن أخبركم شيء يعني أنا صحيحاً بعمل دعاية لهذه الدورة وسجلت لها فيديوهات ومقاطع وشكرت بها كثيراً وأنا من ضمن المتدربين لوجه الله ليس لي فيها لا مصلحة مادية أبداً يعني هل تظنون مثلاً أن الدكتور أنا كتكلمت مع الدكتور علي مثلاً أو هو تكلم معي أو أنا أعرفه شخصياً لا أو هو ألقى أي انتباه سواء مدحته وسميته البلدوزر هو لا يهتم بهذه الأمور أبداً ولم يظهر أي اهتمام لو بيمدحه الواحد ويمدحه ويقول ولا كأنه سمع عنده مخطط بده يمشي عليه البلدوزر ماشي ماشي البلدوزر وساحب وراه المتدربين اللي رضي رضي ما رضي بيش حطه شحط وراه نعم هناك غاية وهدف ويجب تحقيقه فقدرة الإنسان على السيطرة على حب المحمدة هذا حب المحمدة شغل صعب جداً لا يستطيع السيطرة عليها إلا القليل ممن جاهد نفسه وفعلاً لا يسر بأن يمدح أمام الناس نعم يا إخوتي البارحة فاجأ الدكتور قال الآن معنا أنتوا صرتوا هلا تحفظوا من قراءة مرة أو مرتين فنحن نبدأ بحفظ الأحاديث فاليوم نحفظ الأربعين النووية سنبدأ بها لماذا الأربعين النووية؟ لأن هذه كتبها الإمام النووي رحمه ورحمه أمته الأمة الإسلامية تختفي العلماء بسبب الحروب التي كانت تحصل فجعل هذا الكتاب وقاية قال على الأقل يحفظوا هذه الأربعين التي فيها أساس الدين أربعين النووية قال الدكتور أعيكم أن تحفظوها الآن يلا نبدأ في ورشة مرة واحدة أو مرتين تقرأ سوف نرى كم تحفظ خلال عشر دقائق والله الطاقات المتدفقة والتحفيذ جعل البعض يحفظوا الأربعين النووية خلال عشر أو إلى عشرين دقيقة حفظاً متقنان ما في أي خطأ إذا في خطأ لا يعتبر ولو خطأ واحدة لا يعتبر هذا حفظ يجب أن يحفظه حفظاً متقناً نعم فحفظوا هذه الليلة الأربعين النووية واليوم سوف يحضر لهم سبعين حديثاً لكان أنه متتاليات لازم كل مرة يكون أحسن المرة الماضية في هذه المرة سبعين في المرة القادمة مئة وخمسين حديث هكذا حتى يحفظوا رياض الصالحين وقال الدكتور أنا تفاجأت والله عندما قال أنه ستكون هناك منحة لمئة متدرب من الفئة الصباحية ومئة متدرب من الفئة المسائية سوف يأخذونهم إلى جزيرة يتكفلون بمصاريفهم وأكلهم وشربهم في هذه الجزيرة هؤلاء مئتين شخص أو مئتين متدرب ومتدربة سوف يتفرغون تفرغاً كاملاً لحفظ الكتب الكبيرة مثل الأصحاح التسعة وغيرها والمتون العلمية والفئة بن مالك وغيرها طبعاً ندردون كلهم حفظوا القرآن وحفظوا الرياض الصالحين هذه المرحلة تليها سوف يبقون في هذه الجزيرة لمدة شهر منقطعين فيها عن العالم الخارجي يحقوا لهم الاتصال بأهلهم مرة واحدة في الأسبوع وبقية الوقت سوف يكون للحفظ من أجل التركيز سوف يمتنعون عن الانترنت وعن كل وصائل التواصل الاجتماعية لمدة شهر هاللون الميتين شخص يا إخوة يتكاليفهم نين دون يجوه لإذا كانت دورة التدريبات العقلية لا تقبل التبرعات فيعني الله أعلم هالدكتور هذا منين الله يرى يا ربي يفتح علينا ويسرنا هذا المشروع هذا العظيم هذا وهذه الإقامة إن شاء الله يتصور مئتي شخص في شهر يحفظون الأصحاح التسعة هي العبرة ما بقول الأصحاح التسعة العبرة الإنعاش العقلي الذي سيحصل عندهم بعد ذلك الذي يحفظ كل هذه الكتب القرآن أولا ثم رياض الأصحاح الأربعين النووية وحصن المسلم ثم رياض الصالحين ثم الصحيح البخاري ومسلم وغيرهم هذا الدكتور علي أنا حبيه بس دي أفهمه من البداية كيف الدكتور علي خطر لباله أنه ممكن للإنسان أن يحفظ صفحة من القرآن في خمسين ثانية هذا الأمر عجيب أنا عاد تفكر وفكر لأنه إحنا لم نكن نتخيل أن نحفظ صفحة القرآن في عشر دقائق فكيف خطر له أنه بإمكانه أن يصبح لديه تقنيات ويستطيع المرء أن يحفظ الصفحة في خمسين ثانية في خمسين ثانية كيف خطر له ذلك نفسي أن أسأل هذا السؤال يا رب عجيب سبحان الله سيدي الله يفتح لهم ويحفظهم ويبارك لهم إذن اليوم حفظنا الأربعين النووية وكسرنا حاجز الثلاث دقائق والغد قادم والنجاحات تتتارى تتوالى نعم بارك الله بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة